يلا بش نبيب انت بالحقيقة بديت بموجات ايجابية واحنا حشتنا ديما بالموجات الايجابية انا ايضا ايجابي راني انا انسان ايجابي ونحب الايجابية بقا مرات نحطه سقينا على الارض بش نشوفه الواقعة متاعنا الحقيقة وهذه نعترفه بها ملاك بلادنا تونس العزيزة الغالية البيا بلادنا مريض وولادها وبناتها مرضى زادة عليك علاش انا مرات نفكر ونقول خلينا ترا نعطيوها تونس بلادنا البلاية هالنغم هالغنية هذية هي كانت غنية صليف بحضور الزعيم بورجيبة تقول فيها زرقة لسراع تار جاشر بحليب البكاري تفاح في عرف ورقة مسند على برج عالي مطولك يا ليل يهديك عند الانفارج حبيبه وجمر ما بايدف فيك والنوم ما بايسيده وما عندك سوى غنية حلوة لحقيقة نحبها برشا برشا ونذكرها في كل وقات خاصة كي نشوف بلادنا العزيزة الغالية بلادنا صارت بلاد المورستان المورستان ملاك هو الاستعمال الشائع لبي مارستان للمورستان اللي هو المستشفى متاع الأمراض العقلية على وجه الخصوص أصل التسمية فارسية بمورستان يعني محل المرضى وإلا دار المرضى مرة على مرة نقول ولينا نعيش في مورستان بمورستان بالمجد ما تسمع كان اعمال العقل انفاذ الحكمة وفي الممارسة في الصحيح في الصندي ما يدور كان دولة بالنقل والسفاهة والأهواء والإثارة والعنف والعدوانية كي تشوفوا تقارير انت بتاع الساحة النفسية للتوانسة تقارير وزارة الساحة ولا تقارير تقارير منظمة الساحة العالمية تشوف للأرقام والمؤشرات المستشفى الوحيد للأمراض العقلية في بلادنا اللي هو مستشفى الرازي كان قبل 2011 يؤوي معدل بين 4000 و5000 مريض كل عام بعد الثورة اتضعف الرقم وصل يؤوي 8000 بشر عام 2011 العام تواعمين الثلاثة التالي ملاك وصل المستشفى الى قرابة 10000 مريض كل عام منهم 1400 طفل صغير بطبيعة ما نحكيه وش على العيادات الخارجية للمستشفى هذا اللي وصلت لقرابة 100000 بشر يمشي المستشفى الامراض العقلية كل عام صحيحة ثم نقطة تطور في الوعي بالامراض العقلية في بلادنا ما عادش وصم اجتماعي ويحشموا به الناس صاروا يمشيوا لطبيب وقت يحسوا انهم مش ولابد ما عندهم سوى يمشيوا لطبيب ولكن المزلنا الى حد الان قرابة 80% من الحالات اللي تمشي المستشفى الامراض العقلية يهزوهم عائلاتهم يعني يهزوهم بالجبر 20% اختيارا واحد يختار ويحس روح ومش ولباس يمشي يشوف طبيب طبيب نجم ينصح كما ينصح بدواء على مرض عضوي كما ينصح بدواء على مرض نفسي اللي حكيت لك على المثال متاعه تزايد المعدلات هذه متاع الايوابي مستشفى زيارة المستشفى متاع الامراض العقلية لا ولكن لانه نذكر لانه في قبل 2011 كان نظام ابن علي والناس اللي ينصحوه اليوم نسموه المسؤولين على تشخيص مصلحة النظام كانوا يغتيوا على مثل هذه الارقام وما يسمحوش بنشر مثل هالتقارير اللي صادر على منظمة الصحة العالمية ولا على وزارة الصحة التونسية اما هذا ما يحجبش بعض الاسباب الرئيسية منها تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي منها تدني معدلات جودة الحياة المهمة في حديثنا على ارتفاع نسب العنف نهم لديمها العامل اللي هو العامل النفسي العامل العقلي الصحة النفسية للتونسة يا ملاكة اتأثر في سلوكهم اليومي سلوك عنيف سلوك عدواني نعترفه وهذه حقيقة نحب بيكونوا معاك ايجابي يلتوى نعترفه انو التونسة عنيفين مكشبرين بالطبيعة ما عندهم جداحكة ملاك التونسة شارين الشبوك على اي شي هذا بسبب انتشار الكآبة بيناتهم مؤشر السعادة العالمي التونسة من اقل شعوب سعادة في المؤشرات تلاحظوا هذا في الطريق تلاحظوها في الاسواق تلاحظوها في مواقع العمل خلي عاد اللي بقر هذا كعاد شي اخر هذا كنتاج الكآبة والاحباط والكره ونزعة العدوانية ونزعة الكراهية عاد تونس كما قلت لك في البداية الملاك تونس مريضنا بلادنا مريضة ما ننساوش كيف ولادها وابنتها على هالحال حرب اهلية كلامية في كل مناسبة حتى على ما تشكورها مثلا ما تشكورها تنجم اتيح فيه لاروح انتخابات خلي عاد دستور استفتاء اتيح لاروح الهستيريا الجماعية قاعدين نعيش معها كل يوم هلايمات خاصة زادت شوية حملات شيطنة تاخوين تانكيل سحل ويعالم غدوة لو كان تفلة الامور على السيطرة وندخلوا في العنف المباشر الحرب كما تعرف تبدأ بكلمة هاك العام وقت زعيم علي البلهوان اللي تلقى بزعيم الشباب وقف يخطب ألف وتسعمية وثمانية 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 قبل بنهار فقط من أحداث تسع أفريل اللي سقطوا فيها مئات الشهداء برصاص المستعمل الفرنساوي وقف علي البلهوان وقال كفى لعبا إن البلاد مريضة وليس بشرب الماء تنطفئ الحمى بيت شعري شخص حال الأمة التونسية في ثلاثينات القرن الماضي تونس مريضة ودواها رفعته الجماهير نهار ثمانية برلمان تونسي حكومة وطنية اليوم تونس تنوعت أمراضها وعلالها وميدويها كانت بيب اسقلي